بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة والثلاثون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأقوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا لحضراتكم إلى لقاء المبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبركاته فيكم هذا السائل عين صاد يقول فضيلة الشيخ سؤالي حتى الإسلام على الكسب الحلال ورغب فيه فما حكم الشخص الذي اختلف ماله بمال حرام وأراد الآن أن يصفي هذا المال ويتوب إلى الله ماذا يلزمه مأجوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عبد العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنه مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بطيب المكاسب والأكل مما حل الله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلهم طيباتي ما رزقناكم أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل الشاعر سفر أشعة أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذية بالحرام فأنه استجاب لذلك وهذا السائل يسأل عن أنه داخل كسبه شيء من الحرام وهو تائب الآن فماذا يفعل نقول الحمد لله الذي وفقك للتوبة واليقضة والواجب عليك بعد التوبة إذا كنت تعرف مقدار الحرام أن تخرجه وتتخلص منه تضعه في مشاريع عامة تنفع الناس وليتتخلص منه وإن كنت لا تعرف مقداره فإنك تجتهد تخرج ما يغلب على الظن أنه من كسب غير حلال تخرجه وتتخلص منه كما ذكرنا مع التوبة إلى الله عز وجل أحسن الله إليكم وبركة فيكم قضينا تشيخ هذا سائل أبو خالد يقول بعض الناس شيخ يضع في جوال خدمة بأنه مغلق مع أنه يظهر الرقم المتصل فيرد على من يريد ويترك من يريد حد هذا يدخل في باب الكبد هذا راجع إلى الشخص نفسه إذا كان لا يريد أن يجيب المتصلين لأنه مشغول أو لأنه في وقت لا يسمح باستقبال المكالمات هذا الشيء الراجع إليه ولا يلزى منه يستقبل المكالمات هذه الأخت تقول فضيلة الشيخ الحمل إذا أسقط مضغة لم يتبين فيه تخليق فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة بالنسبة لهذه المرأة وهل تنقضي بها العدة إذا أسقطت المرأة شيئا لم يتبين فيه خلق إنسان فإن هذا الدم لا يكون مفاسم وإنما يكون نجيها لا يتترك الصلاة والصيانة من مجنة وأما إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان فهذا له حكم الدم له حكم المفاس وتخرج به من العدة إذا كانت مطلقة ويعرف بداية تخليق الإنسان يعرف ذلك لمضي مدة أكثر من ثمانين يوما يعني يكون في بداية الأربعين الثالثة دور المضغة فضيلة الشيخ يسأل يقول بالنسبة للبسملة في وسط السورة فضيلة الشيخ ويرد علي أقرى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل من ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر هل هي مستحبة أو مشروعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم مستحبة في بداية السور إلا سورة براءة لأنها نزلت قبل كل سورة بداية لها فإذا أراد أن يقرأ من أول السورة فإنه يسمي إلا سورة براءة فإنها لم تنزل قبلها جزاكم الله خير ومباركة فيكم عابد من جدة يقول شيخ ما حد الإسراف الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية وما حكم المبالغة في زفرة المساجد مأجورين وهل يدخل هذا في الإسراف؟ الإسراف مخرم قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسجروا الذين إذا أنفقوا لم يسجروا ولم يقتروا قال تعالى ولا تبذل تغييرا إن المبذلين كان من إخوان الشياطة كان الشيطان يرده كبورا والإسراف هو الإنفاق الزائد عن الحاجة فما زاد عن الحاجة هو إسراف من تغيير وأما ما كان بقدر الحاجة فليس من الإسراف ولا تجوز زحرة المساجد لأن المساجد لم تبنى للمباهات والمناظر إنما بنيت من عبادة وتكره زحرة المساجد وتزويقها والكتابة على جدانها وما أشبه ذلك لأن هذا يسفل من صليه أحسن الله إليكم مباركة فيكم هذا السائل من الجزائر فضيلة الشيخ يقول نحن صلى الله الحمد على صيام الاثنين والخميس ولكن متى يكون موعد الإفطار بالنسبة للصائلين هل هو عند غروب الشمس أو عند أذان المغرب حالا الإفطار يكون عند غروب الشمس قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائل والأذان علامة على دخول الوقت إذا كنتم ترون الشمس ترون غيوب الشمس أفطروا على ذلك أو إن كنتم لا ترونها فأفطروا على الأذان لأنه علامة على غروب الشمس يسأل فضيلة الشيخ عن التحدث والكلام أثناء قراءة القرآن في المجالس كما يقرأون من شريط فيتكلم مجموعة من الأشخاص ما حكم هذا العمل قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا فتشغيل المسجل أو فتح المذياء على القرآن إذا لم يكن هناك استماع وإنصات فإنه لا يجوز فإما أن يستمعوا إلى القرآن ويتدبروه وإما أن يغلقوا في المذياء والجوال ويشتغلوا بالكلام إذاكم الله خير مبارك فيكم ما هذا السائل عبد الله يسأل عن حكم صيام أيام التشريق يا طبيلة الشيخ لا يجوز صيام أيام التشريق إلا في حالة المتمتع الذي لم يجد هديا ولم يصوم ثلاثة الأيام قبل يوم العيد فإنه يصوم هذه أيام التشريق بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج والحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دمي متعة أو كران إذاكم الله خيرا فضيلة الشيخ من هذا يقول بعض الناس يعتقد بأن زيارة المسجد النبوي الشريف متعلقة بالحج ولا يكمن الحج إلا بها هذا بناء على العادة فإن كثيرا من الفجاج خصوصا إذا جاءوا من بعيد ومن خارج البلاد فإنهم يزورون المسجد النبوي يصلوا فيه ثم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك فهذا هو الذي يعمله كثيرا من القادمين من خارج المملكة يظن بعض الناس أن زيارة المسجد النبوي لها تعلق بالحج وليس كذلك فزيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة وليس لها وقت بل يزور المسجد النبوي في أي وقت من الأوقات قبل الحج أو بعده أو في أي وقت كان ومن حج ولم يزور المسجد النبوي فحجه تام سجاكم الله خيرا نبارة فيكم أفسارة من الرياض أم تركي تقول بأنها أخذت عمرة في شهر مضى وكانت لابسة نقاب في العمرة ولم يكن جهلا منها ولكن الزوج أخبرها وأبلغها بأنه لا مانع من نبس النقاب ماذا عليها الآن يا شيخ؟ يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنها لا تنتقد فما دامت أنها لبست وهي محرمة وليست شاهلة بالحكم وإنما غرر بها هذا الزوج الجاهل يكون عليها فدية تخير هي بين لبس شاكم في مكة توزيعها على الفقرة أو يطعام ستة مساكين فقرة في مكة كل مسكين كيلو نصف من الطعام أو أن تصوم ثلاثة أيام خير بين هذه الأمور أحسن الله لكم وبركة فيكم تقول الأخت أم وليم أختي أهلة العام بعمره عن والدها المتوفى وكان معها طفل صغير وحينما وصلت الحرم الشيخ كان الهوى بارد فخافت على هذا الطفل ولم تكمل العمرة ثم رجعت إلى مسكنها في جدة وحلت فما الذي يجب عليها الآن؟ يجب عليها أن تكمل العمرة هي ما جالت محيمة يجب عليها أن تضع الصبي في مكان آمن ثم تكمل عمرتها أما أنها ترفض الإحرام فهذا لا يجب فهي باقية في عمرتها الآن فالتجم بترك محضرات الإحرام تذهب وتؤدي العمرة نعم إذنكم الله خيرا مبارك فيكم هذا السائل طغيلة الشيخ يقول الطيب الذي كان يستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو الطيب الذي نستخدمه الآن غالبا من رسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب الموجود في وقت عليه الصلاة والسلام قد يكون من المسكة قد يكون من غيره من الأطياء وكل وقت له طيب خاص حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى من أنواع الأطياء نعم إذاكم الله خيرا مبارك فيكم الأخ سمير له سؤال عن عمل الطبيب في غرفة العمليات يقول طبيب الذي يمضي ساعات متواصلة في غرفة العمليات ويدخل عليه الوقت الوقتان وهو في عمله كيف يتعامل مع الصلاة؟ هل يصلي بعد فراعه من العمليات أم يبادر قبل دخول الوقت؟ هناك الجمع بين الصلاتين فإذا كان يدخل العملية في وقت الأولى بعد بداية بكل وقت الصلاة الأولى كالظهر والمغرب مثلا فإنه يصلي الصلاة الأولى المغرب أو الظهر ثم يجمع معها ما بعدها فيجمع العصر مع الظهر ويجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم يدخل العملية أما إذا كان سيدخل العملية قبل دخول الوقت الأولى قبل دخول وقت الظهر أو قبل دخول وقت المغرب فإنه ينوي جمع التأخير إذا خرج من العملية فإنه يصلي جمع تأخير يصلي الظهر مع العصر جمع تأخير أو المغرب مع العشاء جمع تأخير الأخ بثام من سوريا يقول شيخ الله حبك في حديث لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وحديث آخر وفر من المجلوم فرارك من الأسد كيف نوفق ونجمع بين هذين الحديثين لا تعرض بين الحديثين لأن العدو واقع في إذن الله بسبب المخالطة والممسع للمصابين ولكن الحديث لا عدو ولا طيرة ولا آمة ولا صفر ولا غول أمراد به نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية إن أن العدو تحصل بنفسها لا بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه فهو صد عليهم أنه لا عدو ولا طيرة ولا إلى آخره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره ولا ينافي هذا عمل الأسباب الواقع من العدوى أن نأخ المستمع من الجزائر يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يقولون كل شخص يتبع فتاوى البلد الذي هو فيه هل صحيح مع العلم بأن هذه الفتاوى تختلف من بلد إلى آخر معجورين واجب على المسلمين أن يتبعوا البليل من الكتاب والسنة الفتوى التي عليها دليل يأخذ بها الفتوى التي ليس عليها دليل ترد ليس هذا راجعا إلى البلاد أو لما كل بلد فالذي عنده علم ومعرفة بالأدلة ينظر في الفتاوى فما وافق الدليل أخذ به وما خال فترته وأما العامي فإنه يختار من يفق به من أهل العلم في دينه وعلمه ويستفتيه ويعمل بفتوى إذنكم الله خيرا الأخت أم الدراءة تقول الشيخ بالنسبة لدهن الرأس والشعر بذيت هل هذا يفطر الصائم وهل يفل بصيامها؟ لا دخل ليستفعلي دهن الشعر والجلب ما يشد هذلك لا دخل لهم في تفطير الصائم إنما يفطر الصائم بالأكل والشرب وما يدخل إلى الجوف إذنكم الله خيرا مبارك فيكم هذا سائل للبرامج أرسل بسؤال يسأل يا شيخ عن الأسس التي يتم من خلالها اختيار الزوجة عند الإخدام على الزواج حتى تسير الحياة بصورة هادئة ومستقيمة نعم الأسس التي يتم عليها اختيار الزواج قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضى نبينه وأمانته فزوجوه فالأساس هو الدين مع الأمانة والخلق فهذا هو الأساس الذي يسير عليه الزواج الناجح بإذن الله أن المرأة تختار الزوج الصالح في دينه وخلقه وأمانته وكذلك الرجل تختار المرأة الصالحة في دينها وخلقها وأمانتها نعم السائل عويد من إدوادني يقول فضولة الشريف نكاح الشغار هل هو باطل وما صورته وإذا كان تم هذا الزواج فما العمل مأجورين نكاح الشغار هو تجعل المرأة بدل المرأة بدون صداق وهو ما يسمى بالبدل وهذا باطل بالإجمع إذا جعلت المرأة في مقابل المرأة بالنكاح وليس هناك صداق فهذا شغار باطل بالإجمع سمي شغارا من الشغور هو الخلو بخلوه من رغبة الزوجة بزوجها وبخلوه أيضا من الصداق الذي جعله الله بالنكاح وأما ما وقع وحصل من هذا النوع فينظر فيه القاضي في المحكمة تراجع المحكمة لأنها هي التي تنظر بالعقود الواقعة وتقر ما كان منها صحيحا وتمنع منها ما كان باطلا سيدكم الله خيرا نبارك فيكم هذه رسالة وصلت من سائل البرنامج يقول فضيلة الشيخ امرأة غنية ليس لها زود ولا أولاد ولكن لها أخر وأعمام وكتبت في وصيتها قبل وفاتها لأن جميع ما تتركه بعد موتها من مال وعقار بعد وفاتها هو صدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين هذه الوصية هل يؤخذ بها يا صغيرة الشيخ؟ العصل أنه ليس للإنسان وصية إلا في حدود الثلث فأقل حدود الثلث فأقل وما جاد فهو للورثة وهذا السؤال يوجه إلى القاضي يعني يرجع إلى القاضي فيرض عليه هذه الوصية فينظر فيها ولكن الأصل أنها لا تصح الوصية فيما جاد فحال الثلث إلا برضى الورثة بعد الموت أحسن الله إليكم هذه الأخت من الرياض تقول من حكم إذا قطع صلاة شخص بالغ امرأة وأنا أصلي وهي لم تعلم علما بأنه كان أمامي سترة خفيفة الصلاة صحيحة إذا كان أمامك سترة ولو هي خفيفة ومرت المرأة وغيرها من ورائها فصلاتك صحيحة تقول شخد كنت في البر كيف أحد باتجاه القبلة علما بأنني كلما ذهبت في البر لا أعلم في اتجاه القبلة إلا باجتهاد مني ولا أعلم هالقبلة صحيحة أم لا بذلك أصلي فسألين من حولتي ومن معك من الرفقة عن القبلة وتجتهدون بذلك وتصلون القبلة تعرف بالعلامات وتعرف بالجهات وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة فالحاصل أن الإنسان إذا كان وحده يجتهد حسب ما يعدي إليه اجتهاده في تحرير قبلة وأما إن كان مع غيره ومع ناس فإنهم يسألهم ويجتهدون جميعا بالنسبة يا شيخ اللي تقول لصلاة النفل نحرص عليها ولكن هل يجوز الإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها؟ لا يجوز أن يقطعها إلا بعذر قوله تعالى ولا تقتلوا أعمالكم جزاكم الله خيرا قبيلة الشيخة بإنساء سائلة تقول إذا طلقت المرأة ولم يدخل بها الزوج وقد دفع المهر لها كاملا فكيف حالة المهر؟ هل يأخذه كاملا؟ قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسعهن وقد فرضتم لهن ذريبة نصف ما فرضتم إذا طلقها قبل الدخول وقد دفع لها مهرا فإنه يرجع بنصفه ونصفه الآخر يكون لها هذا السائل أبو سامي يسأل يقول أشكل علي هذا الحديث طبيلة الشيخ وأريد منكم أن تبينوه حفظكم الله الذي فيما معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك حديث ظاهر في أن النار والجنة قريبتان من الإنسان لأنه ليس بينه وبينه ما إلا أن يموت والموت لا وقت الموت ووقت الوفاة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والموت قريب ولكن هذا الحديث من باب تذكير بالموت ومن باب الحف على العمل الصالح والحف على التوضى والاستعداد للموت الاستعداد للجنة والنار نعم جزاكم الله خير نبارك فيكم هذا أيضا السائل سلمان يقول أحب قراءة المختصرات في الكتب الشرعية فما أحسن هذه المختصرات في باب العقيدة يا شيخ؟ أحسنها ثلاثة الوصول شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاد رحمه الله ثم بعده كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ رحمه الله ثم العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تانية ومختصرات سعيرة في هذا الباب والحمد لله جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول يا شيخ في أيام الشتاء نلبس الشراب ويقفى على كثير من الناس أحكام المسح فما هي الأحكام المتعلقة بذلك جزاكم الله خيرا الأحكام أولا أن يكون الشراب ساكرا لما وراءه وظافيا على الرجل لا بد من هذا وأن يكون طاهرا وأن يلبسه على طهارة من الشروط أن يلبسه بعد كمان الطهارة ثم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها لا السلام الله إليكم سائل آخر فضيلة الشيخ يقول بعض الدرعات يفتي في بعض المسائل الثقرية ولكنه لا يؤتي الدليل القاطع هل يؤخذ بثتوار لا يجوز أن يفتي إلا من عنده علم وثق في دين الله تعالى فإذا تأكد من من الفكم الشرعي فإنه يفتي به وإلا فإنه يتوقف ليس بلازم أن يذكر الدليل الشرعي للمستفتي إلا إذا كان طالب علم أو باحثا عن الدليل أما إذا كان عاميا فيكفي أن يخبره بالسكم ولو لم يذكر له الدليل إذاكم الله خيرا من أسئلة يقول ما أفضل الدعاء الذي يردده المسلم في حياته إذا كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب ما صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء ما صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأدعية التي في الصلاوات في الركوع والسجود والأدعية التي بعد الغضو والأدعية التي قبل النوم والتي بعد النوم إلى آخرين ولها كتب مخصصة كتب الأذكار آخر الأسئلة فضيلة الشيخين يسأل عن صيام يوم عاشورة لو اقتصر على صيام يوم العاشر هل يجزئه ذلك وما قبله؟ نعم يجزئه ذلك لكن يكون أقل أجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصام يوم قبله وفي رواية أو يوم بعده فلا يصام وحده لكن لو صامه وحده أجزئ وله من الأجر بقدر ما عمل شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين يتجدد لقامة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في برنامج نور على الدرن في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى حتى ذلك والحين نحو دعاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة